مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع استمرار زخات أمطار متفرقة فترة الصباح وغدا النهار إن شاء الله يترى ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد نسبي ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول نلاحظ أن المملكة صباح يوم الأحد تبقى هناك فرصة لسقوط بعض الأمطار المتفرقة في شمال المملكة وأحيانا تصل إلى بعض المناطق الوسطى أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة غائمة ماطرة لكن تخف شدة الأمطار أيضا تدريجيا ويتشكل الضباب وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقي في كثير من الأماكن خاصة مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول والصورة المتوقعة خمس درجات لكن الملموسة 2 درجة مئوي وبالتالي فالأجواء باردة بشكل واضح أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غد الأحد في فترة الصباح هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال المملكة وبعض الأجزاء الوسطى لكن بعد الساعة 10-11 إن شاء الله تدعف فرصة الأمطار تدريجيا ويكون الجو ما بين مشمس وغائم جزئي والحرارة العظمى المتوقعة يوم غد الأحد 9 والصغرى بتكون بحدود خمس درجات أيضا الأجواء باردة بالليل ويخشى من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية يومين الاثنين والثلاثة إن شاء الله تتأثر المملكة بمنخفة جوي آخر أكثر عمقا وتأثيره بيكون أكثر انتشار على معظم مناطق المملكة ويكون أكثر برودي وبالتالي يطرق انخفاض واضح على درجات الحرارة وملموس وتصبح الأجواء غائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة والعظمى بتكون بحدود 6 درجات لكن أثناء الليل يوم الاثنين ليلا هناك فرصة لسقوط زخات من الثلوج على قمم الجبال العالية وأيضا هناك أمطار ممزوجة بالثلوج في بقية المرتفعة الثلاثة انخفاض آخر أجواء باردة إلى شديدة البرودة الحرارة العظمى بحدود 4 والصغرى 3 أيضا يوم الثلاثة هناك فرصة لتساقط زخات من الثلج على قمم الجبال العالية وبقية المرتفعات الجبلية أيضا هناك فرصة لسقوط أمطار ممزوجة بالثلوج وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في الأماكن المختلفة من المملكة المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا فرصة لسقوط زخات من الأمطار متفرقة في فترة الصباح إربط 14 عشرة عجلون 13 تمانية جرش 13 تمانية والمفرق 12 إلى 5 درجات مئوية المنطقة الوسطى وعمان أيضا أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا رائما راح يحدث ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة وأيضا تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة في فترة الصباح لكن بعد الساعة 10-11 تميل الأجواء إلى الاستقرار النسبي لكن تبقى الأجواء باردة نسبيا والبلقاء 10 العظمى المتوقعة والصورة 6 مأدبة 10-6 عمان 9-5 والزرقاء 11-7 البحر الميت 19 إلى 15 درجة مئوية المناطق الجنوبية أجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا الكرك 10-6 الطفيلة 9-5 الشراح 7-4 وامعان 12-6 والعقبة 21 إلى 13 درجة مئوية أما المناطق الشرقية مناطق الشرقية هناك فرصة ضعيفة لسطول بعض الأمطار المتفرقة في فترة الصباح وأيضا يترى ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الأزرق 14-6 الصفاوي 13-7 أرويش 13 إلى 6 درجات مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر